ده احنا عبرنا خط برليف اسهل هي اول مرة اجرب اشتريه من موقع عصير الكتب وحصلت مشكلة كبيرة جدا 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 تعال اقول لك ايه هي المشكلة دي واكلمك على مشترياتي جديدة والكتب اللي جات لي هدية من بعد معرض الكتاب يلا بينا مش معنى حضرتك ان المعرض خلص وان انا جبت 230 كتاب ولا 25 كتاب في المعرض ان انا ما جبشي في عروض عصير الكتب كتب تاني انا بحب الكتب انت شايفني مصرف انا شايف لأ انا شايف انا كده باستغل فلوسي الاستغلال الامثل طبعا الراسة دي كلها مش انا اللي مشتريها يعني في كتب جات لي هدية في الباكيج اللي تحت كده في صندوق حلو قد كده قد كده افتح في اخر الفيديو بس الاول هكلامك على مشترياتي من عصير الكتب عصير الكتب كانت عاملة مجموعة من العروض تزامنا مع المعارض اللي هما كانوا عاملينها في المحافظات برا معرض القاهرة طبعا انت لو متابع معي القناة عارف ان عصير الكتب ما نزلتش معرض القاهرة الدولي نوسم 22 فعملت كده في اواخر ايام المعرض وما بعد ذلك معرض موازي او مجموعة معارض في المحافظات وفي مكتبات عصير الكتب في المحافظات اللي برا القاهرة هما منهمش فرع في القاهرة فكانت في اسكندرية ومنصورة والزأزيق وما الى ذلك وفي الصعيد عملوا في مراكز الثقافة او في قصور الثقافة وكانوا عاملين عروض على الموقع بتاعهم وخصومات توصل لحد 50% وبكت جات وحاجات لطيفة كده فالحقيقة دخلت دعبست كده كنت عايز اجيب الحاجات اللي كانت نزلة في اصداراتهم الجديدة هما كانوا عاملين لاين صغير كده تقريبا 30 او 40 اسم نزلين كأنه يعني اصدارات معرض الكتاب ولكن مش اصدارات معرض الكتاب يعني هي نزلة في نفس التوقيت وفي المعارب بتاعيتهم بس مش اصدارات معرض الكتاب كم من ضمنهم كم اسم كده كنت انا عايزوا للكوميكسات الجديدة ترجمة ستيفن كينج بتاعت شيرين هنائي كنت عايز اجيب الحاجات دي لكن ساعتها بقى لما انا كنت بتصفح في هذا الموقع وكان فيه فلوس في محافظتي كانت لسه الحاجات دي ما نزلتش فلاقيت حاجات حلوة تانية الصراحة اولا كان لقيت ايه بقى وانا بقلب كده لقيت فيه كتاب على جنب كده اسمه صفقة اليوم دخلت عليه لقيت هما على الكوميكس اللي نزلت في موسم عشرين واحد وعشرين والمرحلة اللي في النص ما بين عشرين وعشرين 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 نزلت شوية كده لاين كوميكس جامد كده نزل مرة واحدة بعد معرض الكتاب بشهرين او تلاتة تقريبا فقمت واخد حتة منهم واخد حتة تانية هقول لك بقى دلوقتي سيبك من ده نتكلم عني كمان شوية اول حاجة جدا من عندهم اللي هي دي فولم آلهة بيننا اللي هي بالانجليزية إن جاستيس جادز أمان جاست طبعا باين ضخامتها هاي قد ايه وهارد كافر طبعا هما الكوميكس بتاعتهم صراحة هايلة جدا تحبير عندهم عالي جدا 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 حاجة فخمة وكمان الترجمة عندهم هايلة جدا دي ترجمة محمد أحمد جمال واحد من المترجمين اللي أثبتوا نفسهم جدا على الساحة دلوقتي لو انت ما تعرفش دي ايه دي ده الكتاب الاول او السنة الاولى من هذه السلسلة اللي جوه عالم الدي سي ومش جوه عالم الدي سي في نفس الوقت احداث مختلفة بتفترض ان الجوكر عمل كارثة خلى عن طريقها سوبرمان يقتل لويس لين وابنه اللي لسه كان هيتولد ده أدى إلى جنون في حالة سوبرمان العقلية فأمأيم بتدمير جزء كبير من الأرض وحول نفسه إلى أقرب ما يكون ديكتاتور يمكن إلى إله وعاز يحكم الأرض ويمشيها على مزاكه وفي ساعتها بقى حصل انقسام في القوات الخارقة زي دول وباتمان بقى في ناحية وسوبرمان في ناحية وشوية هنا وشوية هنا وحصل الحروب ما بينهم لو انت تفرجت على سيفل وور مش الفيلم طبعا الفيلم القلة بتاع مارفل لأنه كان وحش جدا الحقيقة ولكن الكوميكسات أو قريطة الكوميكس هي نفس الفكرة كده ولكن دي دارك أكتر ودي كان سعرها الأصلي ربعمائة خمسة وعشرين وعلى فكرة ده منطقي جدا والألوان والتحبير وحقوق الترجمة والنشر الكلام ده بتحسب بالدولار لو جيت جبت النسخة دي الإنجليزية في مصر هتبقى أغلى عليك بسبب الشحنة والجمالك جبتها أنا بقى في عروض عصير الكتب بكام كنازة عليها خاصة مربعين في المية جبتها بمئتين خمسة وخمسين جنيه العمل الثاني بقى اللي أنا جبته اللي هو كتاب كثيب أو كثيب اللي هي ترجمة كتاب دون الجزء الأول من سوداسية دون أو دون لاتنين دول مع بعض هما الكتاب الأول تأليف فرانك هيربرت وترجمة العظيم نادر أسامة الحقيقة نادر أسامة أثبت نفسه جداً في الكتاب ده أنا شربها خلصت الجزئين يعني بفنش في الحاجات البسيطة اللي في أواخر الجزء التاني جبتهم ليه بقى الحقيقة دي من المرات النادرة اللي اتفركت على الفيلم الأول وبعدين جبت الرواية الفيلم عجبني جداً حقيقة شد انتباهي كده فيه مؤثرات حلوة فيه أفكار لطيفة بتتطرح وتخيلت إن رواية تبقى أحلى والحقيقة إن أنا متضارب في المقاطة ده هنعمل فيديو قريب في القصة دي أكلمك فيه على الكتاب والترجمة والفيلم ونعمل مقارنة كده ما بينهم أهمية الرواية دي بقى الحقيقة وليه تحولت لفيلم أصلاً لأنها واحدة من أساسيات الخيال الإلمي في العالم كله الرواية تمزج ما بين الخيال الإلمي والتصوف والسياسة وبتتناول شعب في المستقبل البعيد جداً متأثر بالحضارة العربية الإسلامية والرواية دي صدرت أصلاً سنة خمسة وستين سنة ستة وستين فازت بأكبر جايزتين في عالم الفانتازيا والخيال الإلمي مع بعض في نفس السنة وهي جايزة نبيولا وجايزة هوجو والحقيقة بدون أدنى مجاملة تستحق تماماً إيه بقى المشكلة اللي حصلت؟ أنا عندي عادة كده من خبرتي القديمة في شراء الكتب أني لما بتجيلي حاجة ما بركنهاش بفتح الباكتج وأقلب في الكتب وفصص فيها وأقعد أقلب في الصفحات حاجة فيها مشكلة حاجة فيها حاجة حقاً تصار الكتاب زي ما أنت شايف كده مقسوم لاتنين واحد واتنين مكتوب عليهم من بره واحد واتنين فأنا جبتهم فتحت الأولاني فريت في أول صفحة الفهرس وبعدين مقدمت المترجم والدنيا لطيفة جداً فريت في الصفحات 500 صفحة ما فيش حاجة ممسوحة ما فيش حاجة متشغبطة الدنيا زي الفريق فتحت الكتاب الثاني المفروض أنه هو يكمل بعد الكتاب الأولاني والحقيقة ده ما حصلش بقى لقيت إيه؟ لقيت نفس محتويات الكتاب الأولاني جوه الكتاب الثاني ولكن مكتوب عليه من بره تاني يعني أول صفحة كانت الفهرس داني صفحة كانت مقدمت المترجم برضه نفس ترتيب الصفحات هو هو معاد طبعها تاني بالخطأ ولكن مكتوب عليها من بره اتنين طبعاً أنا مش قادر أقول لك بقى اتدايقتي وتقلب دمي إزاي لأن أنا كنت متحمس جداً بقى لسه خارج الفيلم في دماغي ومتحمس لقرية العمل وأنا عايز أراض الوقتي يعني عايز أجيبه وأراض الوقتي يعني عايز أجيبه وأركنه وأشيله عشان عليه عرض لأ أنا عايزه دلوقتي عايز أراض الوقتي وبعدين ده بقى دليفر يعني هجيبهم منين بقى الصراحة يعني وبعدين هم فاضيين بقى عاملين معارض وليلة وبالأ أزرق وبش فاضيين لي فأنا كنت عامل الأوردر عن طريق الأونلاين عادي خالص فقعدت دعبس كده لقيت فيه رقم تليفون كان كلمني عشان يكونفر معايا الأوردر فقمت متصل برقم التليفون ده ردت علي المسئولة بتاعة الدار ده أو المسكة المبيعات في الدار قالت لا ما فيش مشكلة خالص أستأذلك بس صور لي الكتب فصورتها من بره مكتوب عليها واحد واثنين وفتحت صفحة مشتركة صفحة ستة وتمانين مثلا في الكتابين وحطتهم فوق بعض عشان يباني إن الكتابين واحد يعني وقررتها أكتر من مرة وبعدتها لهم على واتساب بتاع الصفحة أو بتاع الدار قالوا يتمام كده انتظر هيجي لك مندوب بنسخة جديدة من عندنا ويستلم منك النسخة اللي معين وبالفعل في أقل من تمانية واربعين ساعة كان فيه مندوب يكلمني في التليفون نزلت خدت منه دي والديته دي ما دفعتش أي مصاريف إضافية ورجعت الكتاب الجديد لقيته زي الفلة وتمام التمام لانا ما قلت لكش بقى إن هذا الكتاب ألف صفحة وترجمة نادر أسامة وعمل عالمي مهم جدا وإنتاج مشترك ما بين دار كلمات وعصير الكتب وكان سعره أصلا 255 ونازل عليه عرض بـ 175 ولو تجاوزت مشتريتك من الموقع 300 جنيه تاخد توصيل مجانا في الحقيقة التجربة كانت لذيذة جنة بالنسبة لي ومرضية تماما طبعا أنا مش محتاجة أقول إن ده مش إعلان لعصير الكتب على الإطلاق ده المفروض إن هم اللي يعملوا الإعلان الحقيقة ولكن دي كانت تجربتي في الشرق من الموقع والحقيقة أنا اتبسطت جدا 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 بالخصومات وصرأة التوصيل والكاستومار سيرفيس اللي ما بعد البيع تعال بقى نشوف بالباكيجيات اللي احنا جاءت لنا هدايا نفتحهم مع بعض ونشوف محتوياتهم إيه الباكيجي الأول ده أنا كنت فتحت بس عشانا أتأكد إن هو إيه يعني لأنه بيجي لي أهوة من نفس الدريفري ده فأنا مكنتش عارف ده إيه لما عرفت إن هو كتاب بقى قمت قمت موقع في الحقيقة صندوق لطيف كده أنا حاول أقول لك الكاميرا ماشي أزاي كده الورد ده جوا بقى إيه الباكيجي الشيك ده لأي الواحد مستحرم من فوق ده زي بوستال كارد كده من الكاتب عمر الصياد المرسل إليه طارق إز إهداء مني إلى طارق إز أتمنى لك جولة ممتعة داخل الجالري لفتة لطيفة جدا من الكاتب الحقيقة وطبعا الرواية هي هي رواية الجالري للكاتب عمر الصياد عن دار المصري للنشر والتوزيع شكل العمل ممتع جدا والباكيجينج مثير جدا أنا بحب جدا فن اختيار الهدايا ده الحقيقة إن الباكيجي نفسه حمسني إن أنا أبص على العمل تعالنا بقى نفتح هذا الطرد الأملاق أنا طبعا ما عرفش محتوى في طرد إيه لأنه هو لسه مقفول بالسيل بتاعه كده زي ما انت شايف هنفتحه سوا كلنا عرفوا إن في حد من دار ليان تواصل معي وقال لي عايزين نهديد جزء من إصداراتنا فييلا بينا عنوان هبا وبعتوا لي الإصدارات دينا هتا خالتا هبعتوا لي كتاب اتنين بس واضح من هما كتير يعني فنحاول نفتح كده ونشوف الدنيا ماشي ازاي الباكيجي صعب جدا يا أسيس ليان الله ده احنا عبرنا خط برليف أسهل يا فرج الله تلاتاشر عمل ماشاء الله واو تعالى نبص عليهم كده بسرعة ونشوف ايه هما لا بس واضح إن اليان بيتفرجوا على فيديوهات كوكب الكتب ليه بقى لأن أنا اتكلمت على المجموعة دي قبل كده فنصيح معرض الكتاب المجموعة دي هي مجموعة عباس محمود العقاد عبقريات العقاد أربع كتب بيتباعوا مع بعض باكيج وكان عليهم عرض دايم في دار ديان في المعرض عبقرية الصديق عبقرية محمد عبقرية عمر عبقرية خالد دي برضو عباس محمود العقاد عبقرية الإمام علي ذوء النورين عثمان بن عفان الصديقة بنت الصديق وأبو الشهداء الحسين بن علي دول كده تمانية عبقريات العقاد دي الوقت لهدى أنور اسمها درويش الروح لا تفارق الروح مش عارف يا بتتتكلم عن ايه الحقيقة ثم قريناك النور النور الكامل بداخلك شكلها بتدور فيه أجواء صوفية كده صار أمير رائحة عطر مواقف حياتية طيب ده بيه كلم عن ايه بقى لا أعرف كيف مش قادر أحدد برضو بتتكلم عن ايه الحسن البخاري ترياق المستفتين لماذا أحتاج لسؤال علماء ألا أستطيع الوصول الفتوى بنفسي من جوجل من هم العلماء كيف أميز بينهم وبين الدجالين طيب ده موضوع حلو وحجم الكتاب مش كبير بارديس سعد في هوى الأستاذ دي برضو شكلها رواية فتح المزين متلازمة الورقة البيضاء أنا سمعت عن الكتاب ده قبل كتابة الخطوات الأولى نحو عالم القراءة والكتابة أنا سمعت عن الكتاب ده كتاب مهم بيديك شوية خطوات وشوية حاجات تعملها لو أنت عايز تتعلم تقرأ أو تتعلم تكتب بيجاوبك على السؤال الأشهر هل أنت موهوب أو موهوم تقريباً ده الكتاب الأول اللي ظهر منه بعد كده أهل الكتابة والقراءة والكتاب التاني اللي نزل في المعرض السنة الفترة أنا متحمس للكتاب ده الحقيقة أنا بجمع الكتب دي كده عشان عايز أعملك منها ميني كورس كده على الحاجات بتاعة تقنيات الكتابة والكلام اللطيف ده كتاب ده بالتحديد أنا متحمس لي جداً واللي هنا تكون خلصة الكتب اللي معانا في هذا الفيديو السريع القصير اللطيف الطويل أياً كان مسمائي وأياً كان هيطلع شكل عامل إزاي كلمتك فيها على المشترات اللي أنا جبتها من معرض عصير الكتب الأونلاين وشوية الهدايا اللي جات لنا من بعد معرض الكتاب قولي بقى تحمست لإيه من هذا الفيديو إيه الحاجات اللي شدت انتباهك بتفكر تجيبها بتفكر تقراها أو قريطها قولي في التعليقات نتكلم أعوضاً نستفيد زي لكن أحسن التعليقات رشانة طوما رجعت تطلع من كتابة كونك بالكتب يعني أنت أما بعد لو عايزة جبعة القرار اللي هو وتختار كتابك اللي جاي صحة فحيصل قدامك على الشر دلوقتي سلسلة مشتريات معرض الكتاب 225 كتاب في موسم 222 بس بدي لك فكرة عن كل كتاب فيهم روح تفرج عليه أشوفك هناك سلام